أرجع إلى اليونسيف والطفولة ودعم الطفولة وهذه مبادرات برأيك السد نقص للوزارة ما تقدر السدة بسبب نقص تمويل حقيقة المنظمات الدولية كلها كل ما نحكوا يهم عندهم كلمة وحدة إراك بلد غني فتوجهات المنظمات الدولية نحو البلدان الفقيرة يعني أفريكا يروحون للنازحين الأطفال اللي بسوريا بس العراقي يعني ما لدينا حجة لشي نقول لهم فلوس موجودة وين تتروح نفس السؤال طيب خلنا نرجع لها المبادرات هو نفس السؤال كل ما نسأل والله كلها وقع برأس وزارة المالية إن شاء الله مع الوزير المالية إن لقاء حتى نفهمش قد مخصص الوزارات وين جاية روح صحة تربية تعليم هذا بالكامل ولو إحنا سبق أن تحدثنا بهذه المعلومة بأن الموازنة تجي كل سنة تروح إلى الوزارات لكن خزينة الدولة فقط النفط والوزارات تأخذ من أعدها لكن ولا وزارة السلم إلى خزينة الدولة في حلقات سابقة تحدثنا عن هذا الموضوع فأكيد يكون مشكلة هم تحول إلى وزارة المالية أرجع هذه المبادرات برأيك راح السد أم راح تكون مجرد مبادرات شبابية لدعم النازحين نفسيا أكثر ما هي المين طبعا أبارك للشباب بها المبادرات يعني هو العراق فرض أنه على الدول بالمبادرات هذه بالمساعدات لكن أكيد هو حلول ترقيعية نحن نحتاج إلى حلول جذرية تساعد الأطفال يعني هذولا بناتر مستقبل هذولا جيل العراق هو شخصية الطفل تتكون بالسنوات الأولى فكيف تتكون شخصيته وهو قاعد بالقاع مثل الصور اللي شفناها مع الأسف قبل فترة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي عن أطفال دي أدون امتحاناتهم بالقاع وكرافانات أيضا معهم فهذا منظر مؤلم جدا ومؤسف فكيف ممكن هو يتربى وكيف راح يكبر وهذه الذكريات كلها راح يذكرها هو بالمدرسة نتأمل أنه الحكومة القادمة نتأمل أنه تخلي ميزانية للتربية اللي هي بناء الجيل القادم ويهتمون بالطفولة دائما أنا أكرر الطفل هو بناء المستقبل هو لبنة العراق فإذا ردنا نبني العراق هو بالأطفال